موضوع الارض كلية بدها تحكي عن الارض بطريقتها وعن حكايتها وشو قصة الارض ومين همي او ميني شو بعينين طلابنا ش هي الارض عيدا نطلع مره عوي جاء بكتاب عدار لشاعر من مصمص اسمه الشاعر راشد حسان موضوع الارض حلو ايه انت جبت لي اشي مهم جدا ضد ان يجرح طوار بلادي كنبلة ضد ان يحمل طفلا اي طفل كنبلة ضد ان تدرس ابتي عضلات البندقية ضد كل الناس والتدمير والحرب ولكن ما الذي يتعله حتى نبي او نبيات راشد حسين في حقيقة الامر كان ابرز الشعراء العرب في هذه البلاد وقد تربينا على شعره وكان ذلك في سنوات الخمسين من القرن الماضي لذلك انا اقول ان راشد من الرواد الاوائل الذين فتحوا باب الشعر على مصراعيه لكل قضايا العالم موسيقى الصورة هاي تضم مع آل نيفي اللي اتجوزها لفترة قصيرة بعد استشهاده صار فيه دعايه انه هي كانت متسوسي من المشاهد الاسرائيلي حتى تتعرف وتتقرب منه من هون من قلب اسرائيل نعت اوساط الجالي العربي الامريكي وفاة الشعر راشد احسان نتيجة ان حريك شبه في سكنه بحيث ادى الاختناق الشعر راشد احسان فهل هذا الحريك ناجم انه اقوى سجارة راشد مثل ما ترداد هاي هي الرواية المتفقة لها من 32 سنة انه فالدهان بقول انه احنا توصلنا لما يثبت انه كان حريك مقصود عبارة عن قنبل الغاز ولكن هذا مش معناته انه كل حالة من حالات موت مناضي الفلسطيني سببها الارتيال مع كل كتابة الشعر والتعبير عن المشاعر والرأي اصبح عمل اجرامي خارج عن القانون ويجب معاقبة كاتبه البيوت كلها بيوت قديمة بيت عموز راشد احسان وفاة الشعر شو الدافع اللي جعل عمك راشد احسان يهاجر وطنه اللي كان معتبره بمفابة الام والحبيبة في هذيك الفترة حصلت انفجار الكنبلي في طلاب مدرسي في صندلة اللي كان روحوا وتعلموا في مكابلة هو لوحق من قبل السلطات الاسرائيلية بس معلوماتي بتقول انه هدفه الرئيسي للصفر كان العلم وقتها القى قصيدة اللي هي اثارت الحاكم العسكري بشكل كبير اللي بقول فيها مرج بن عامل هل لديك سنابلو ام فيك من زرع الحروب كنابلو السؤال هل اني رايحة اقدر اصل لحل كل هاي مغمود المتعلقة بحياة الشعار؟ موسيقى 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 موسيقى